يا أبو عزيز اليوم الإنجاز هو اللي يحجي مو التصريحات ولا الشعارات ولا المقابلات أنا أعتقد مسيرة الإنجاز بدأت مو من المجلس هذا من المجلس المبطل الثاني يعني من بدأ الصوت الواحد فعلا حسينا أن المجلس اللي يه في الصوت الواحد مجلس ضم جميع شراحة المجتمع جميع الأفكار جميع الأطياف جميع القبائل جميع العوائل أيضا والمهم جدا أنه ولد نوع من الاستقرار الاستقرار أساس أي نجاح سواء على مستوى الأمني أو على مستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي والتعليمي والأي كل ما كان هناك استقرار كل ما كان هناك نهضة كل ما كان هناك تقدم كل ما كان هناك إنجاز يحسب للشعب الكويتي هذا المجلس أنا أعتقد أنه كمل مسيرة الاستقرار في الشارع الرياضي كمل مسيرة الهدف الذي يسعى للشعب الكويتي وهو الاستقرار والإنجاز